السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السبب هازك هو لا يدفع بهيم حتى يبيعوا العرب هذا الملحظ شاهدنا هو يикиمه ومسلم كيف يقضي على رجليه قريبا كيف نريد أنه هذا الأهيسر لأن الهيسر لا يقصف فيه الهيسر لا يقصف فيه لا يقصف فيه سوف ينجح هذه رسالة للهيسر رسالة للهيسر جماعة المات يتعاون لأمنه في المات يتعاون و لو كتبوا عليه بالناصر مروكي يجب أن يطردون منك كيف أشكر بقالي و بالناصر لم يتعاون هو الأول الذي يدار حمله يدفعه على إيمان و شكره هذه النمور و سجادة و كل شيء لكي يتعاون بلاده انتم لا يتعاون بالناصر بالناصر رب يرفعه ليس أنت يا هذا المخنص تعاينوا في الرجالة بالعاني يجب أن نضربهم بالناصر حرام عليكم حرام عليكم هذا كذل أعطاء الذي قال لهم يا ربي لا إله إلا الله وحدك لا شرك لك لا إله إلا الله وحدك لا شرك لك هذا كذل أعطاء المخنص الملحد قال لهم هذا ربي وكان ما يتعاون هذا الناس كانوا بها إلا الله نحن الله هو لا يكره بالناصر هذا هو لا يكره بالناصر هذه كانوا أهل أعاب كانوا أعطاءه أعطاءه مسؤولية وكان برناصر على موسم الماضي من كابوس الإسابات والذي حرمته من اللعب لفترة طويلة من الموسم قبل أن يعود في الجوالات الأخيرة من البطولة الإيطالية حيث ترك انطباع جيد برناصر كان في عملية تأهيلية والمدرب السابق لطرداته موريطانيا النتائج المخيبة والمذلة هو الذي سيحطمه لعبها سبع دقيقة ثم لا تستطيع لعبها لعبها لجبتها كان لعبها لمليوتيرا كان لديك خيارات لجب خيارات لا يوجد خطة عنده خطة واحدة يطبقها للمحرز بلايلي بنجح برناصر بدأت من نتائج المخيبة والمجح برناصر اتباً الناس لديك خطة من الناس وأيضاً يطبق من من خطة المخيبة والمجح برناصر والمجح بمساعدة ومعطاها ومعطاها محر حول تقديم 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 الناس أكبر من الناس أكبر من أنه يحتاج إلى المسكة هل تسعي لها؟ حقاً منهم بعد أن يلعب في التروازيان بديفيزيون في إنجليزي مركي يخرج مومن هذا فعلاً يقضيون هذيك فيما كبس يطلعوا فتو يجيبوه هذا مكان ثم أنا كنت فايق بيهم ثم مكتوش فايقين هذه هي كما ظهر لمومن كتب قالهم كلاسيكو الأرض قاطري مع غرافة عقلوا عليها كلاسيكو الأرض مع السد حتى تعني كما مكتوش فيما كناسيكو الأرض وشعبين يتفررون كلهم منه ومكتوش فيما كناسيكو الأرض وين؟ قاطري مع السد فماكي عرفت راح يمسي ملي يغي واحدة واحدة ملية تجني الأرض حتى تخني في حية وقال صاحبه مجازا دياس بور الإيطالية أن بن ناصر يفكر في نفس المصير وكتب أعرب إسماعيل بن ناصر عن رغبته في اللعب في المملكة العربية السعودية لإدارة ميلون مع ذلك لن يترك اللعاب الوسط الجزائري يعني بهذا زعمك لم يترك ميلون بهذه السهولة إلا إذ أجبر على الرحيل وتبعت صاحبه تم ربط بن ناصر بانتقال إلى السعودية لعدة أشهر لكن التقارير الأخيرة أشار إلى أنه سينتظر حتى الصيف المقبل ومع ذلك فقد أعرب عن رغبته في مغادرة هذا الصيف وأضافت بن ناصر مخلص جداً لميلون وأوضح أنه يجب أن يكون العرض مهم ليس فقط بالنسبة له على مستوى الشخصي ولكن أيضاً للنادي ويظل شرط الإفراج بقيمة 50 مليون يورو هو المرجع وشددت بعبارة أخرى لن يفرض اللعاب إن فولي السابق انتقال إلى السعودية إذ لم يستفيد ميلون من الصفقة في التأكيد على أنه نجم الخضي يفكر أيضاً في مصلحة الفريق الذي سهم في نجوميته لكنه مطالب بتحديد مستقبله بشكل نهائي لتركيز على الموسم الجديد وأضافت يعني ياسين عدل لعاب وسط آخر قد يرحل مع اهتمام ملموس بانتقال إلى قطر وحدد ميلو جوني كرودوس يعني مانو كوني بالإضافة إلى يوسف بوفانا لتعزيز خط الوسط وتبلغ قيمة 23 مليون يورو لذا يمكن لميلو أن يفعل الكثير بـ 50 مليون يورو من بيع بناصر ويجدد ذكر أنه إسماعيل بناصر اكتفى بالمشاركة في 22 مباراة فقط الموسم الماضي سجل خلالها هدفين وقدم تمررتين حاسمتين وهذاك ياسين عدلي أقول أدير على الرئيان ستسبروك في قطر من أن تصبح الدينات من الأسر الشيء من المثل لا تقلق في حيوة هالية حتى يدخل في حيث وكتوكي بس الله العظيم عزمينا سهلا لا تقرأ لا تقرأ لا تقرأ لا تقرأ ماذا يفعل؟ لا تقرأ الهواء 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 لا تقرأ الهواء لا تقرأ لا تقرأ الهواء 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 وراثم الهواء ماذا لا تنسوا وشعطونا جميعكم وشعرنا الفيديو التو عنه فانيك تفعيل جارس ودايمن معكم بجديد لمشي ابوني ابوني معنا وربي يحبكم